معاكم عبدو حليق. بقى جاي الدينة حلوة معي لسا كنت عاد مع زميلي. كنت عاد بقى مع زميلي والدينة حلوة. فاهم? الواحد طالع برضو بطاقة وكده يعني سلبية فشخ. فاهم? الطاقة سلبية ايه? فانا وكان فيه ناس بقى قاعدين معنا. كانوا قاعدين بقى ايه? انا مش بقح بس انا فاهم بوضح لهم فكرة. انهم كانوا قاعدين بقى اللوان التلاشي بقى مضمون حكايتهم كلها لقاعدة ان انا بيقللوا مني فاهم? ان هو انتلاشي انت روح بالماء وعشرين مشارك بتوعب اللوان مش عارف ايه الحوار الماء وعشرين مشارك ده بم بس ايه. فقالت ان ما كنتش كانش في دماغي رد. انا سبتهم اتكلمهم. حسيت ان احسن رد. وما عدين يقللوا مني فاهم? بس حسيت ان احسن رد ان انا روح وعمل فيديو برضو وما اشغلش بالي. ده احسن رد انتلاشي. بس فبيس. ناردة فيديو. عملت السوري كان عن عبارة عن ايه بقى? يعني اسألني وانا جاوبك. فاشتوا فجمعنا كام سؤال فاهم? تابلت المدرسة اللي عين هذا. تابلت ده مش ردي بوز فاهم? فاكرا انت الفيديو بتاع اللي ما رمينام الشباك وكده. بتصعب علي اول عيال بتاع التالتة اعدادة اللي هما داخلين اولى سنوات. يا بقول يا ابني عندنا مشاكل في النزام والدينة بايزة وكل يوم كرات ومش عارف ايه هو. ياه. انا اخو التابلت. التابلت ايه? انا انت ما شفتوش الفيديوات اللي انا بعملها في التابلت ده يا سمام بالله. انا كنت في مرة عادة في اللجنة المرايب بقول لنا كنت عامل نمط للتابلت. فانتوا بتعملو في التابلت مش ملكوكم التابلت مش عارف ايه? في كل ده عشان عمل نمط. فاتخابة لو كان شايف الفيديو اللي انا عملته في التابلت فاهم? يا سلام. اروح شوه يا حبيب. فاهم? بس اي راكو في الزرعة بقى فاهم? وباب ساحلها بجوه حر. مسك ماديل. فاهم? فاهم? زي الفول. الوقت ترموستات عند بايزة اصلا. ايه? لما بتزهق بتعمل ايه? بروح اشاب عصير اصب. سكة ودور يعني. فاهم? انا اتافه اول. بروح اشاب عصير اصب. زي الفول. عندك عربية? لأ بس عندي زوبة. انا بسمي زوبة. يلا يا زوبة ونطلع على طول. يا والله. بتسمع مين في المهرجانات? حمد الاسمر. حمد الاسمر دخل على اكتساح. مش انت من مش انت من تنتا تعرف شاور? طب بص. هو انا بعيدا بقى عن حوار بلا هو اه مسلا انا اه لو انت بقيت نجم في اليوتيوب او هو مسلا هو برضو نجم في اليوتيوب فاهم? بعيد يعني كده ان انا لو انكرته بقى انا لا انا بقى هزر فاهم? هو عمر شوار دلوقتي من اكبر صناع المحتوى في اه في مصر يعني. هو طبعا من تنت. انا متصور معها قبل كده. متصور معها برضو. هو برضو يعني فاهم? رجل كله تماما. وانا على نفسي بحب فيديوهاتي يعني ومسامع له فيديوهات كتير قبل كده. في سؤال بقى بيقول لي انت انت بتجيب هدون من اين? لا انا بجيب بقى من تاونتيم وبجيب من اتش اند ام وفيرزاتشي ووودشي ومن اي اندي ايه بص. طب بص الصور بص الصور بقى. لا 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 ما اقولكش. الفخام عنوان يعني فاهم? دي وجهتنا عيب عليك. انت بقى لك كتير ما نزلتش فيديوهات بس بعيدا عن التأخير احنا في الطالعة. احنا اشي عامة على خير الله. اخويا الاجنبي. البيلوب كلها بتعملت اقول لي اخويا الاجنبي اخويا الاجنبي. في حوار في الموضوع ده. الجودة رايق. اه ده لازم برضو نزبط عالجودة. الميب. وده اقوي. شغل عالي يعني. ده نجابة اصرت زرعي يا جده. ده نجابة مش شافة. بتعمل كامل اليوتيوب. لما بقى فعل الربح الاول. ما بقى فعل الربح الاول. اخويا عبدو علاء الاجنبي. احوار اللي عمال تقول لي اجنبي. هم اتاري. فين الميرش? الميرش. طيب الميرش بص. وهنا هدى تصميمات كده. بس لسه لما ازه هو بس الشغل. الشغل يوبقى الشغل. نكتزح السوق بعد. بس هو فيه تصميمات زي دي كده مثلا. في حاجة زي كده. تصميم تانية. في تصميمات كتير فيه كباد. فيه شغل عالي بس. لسه. يبقى العرض مرة واحدة ساعة النزول. مش هنا احنا ناس ناولينه على كتساح يعني. حتى مش هايشين ايه تلفزوا يا جدعان يعني مش هارجوا قولكم ايه. وان شاء الله فيه شغل جامج جاي اوي. انا مش هبطل. فاهم? لان انا بدأت الموضوع. وتقال عليها كلام وحش. ان انا برضو ما نجحتش. وحتى لان انا ما نجحتش. بس انا ناوي هكمل. لان انا تقال عليها الكلام الوحش. مستاني بقى ان تقال عليها الكلام الحلو. مستاني بقى تشهر وارد على الناس اللي ضحكت عليها دي. هو. لازم اكمل. سواء بمزاجة او غزبا عني. عشان ايه? ما يولقش داخل في شيء وارجع مني. وبعدين كده كده في كلها الحالات انا ما بشغلش رأيي بالي بحد. انا اصلا ما بشغلش بالي بحد. بس ما فيش احسن بالتحديات. انتوا لو بسطة عفقان عندي هتلاقي كلها تحديات. انا بحب التحديات. عارف لو مالش حد هتحدى. مش هكمل. بقى امان. لو مالش حد يحبطني انا مش هكمل اصلا. لو فاير لو كده اللي واحد سألته اقراك في الفيديوهات اللي انا بعملها. وقال لي حلوة وكده وكمية نفاقة بقى طالعة منه. انا مش هكمل. طيام? انما لو واحد قال لي وحش ده الجودة مش عارف اروح اعلي الجودة. واحد قال لي المحتوى مش عارف اروح اعلي المحتوى. انا بحب التحديات عن نفسي. والشيء اللي بيخلينا استمر هو الناس اللي هي المحبوطة دي. ده فده سر السمرارياتي يعني. بس. كان النهاردة فاهم? انا بعمل الفيديو ده لنفسي. عشان انا بقشوفه قدام. قطولش انا بقلت حد ولا مش عارف ايه. انا بقشوف الفيديو ده قدام عشان اشوف نفسي لما ناجح. اه لا. انا كان عندي امل. فاهم? ان انا هنجح. انا بقعد مع زميلي. كلهم بيجوا يقعدوا معي. في تانية سنة وفاهم بيجوا يقولوا له انا عايز اخش طيب. انا مش عارف اقول له طبما انت عايز اخش طيب. وهلك ما وفر لك السبل والكتب والدروس وكل حاجة. انت معالك لك تجتهد. بس. فانا انا اللي هو ايه? انا في مجال اليوتيوب ده كان هو هدفي. عيب ان انا في تانية سنوي وما حطتش هدف في الدراسة. ان انا ما يبقى ليه امل كلها اخشها جنب اليوتيوب انها حطيت هدفي من قبل من تالت عدد تاني عدد انا عايز ابقى يوتيوبر انا عايز ابقى مشهور انا مش عارف ايه. ومشيت عليه. فلذلك انا مش هبطر. اساسي لو هو القناة قفلت اعمل واحدة واتنين وتلاتة وهكمل. وتعليمت في القناة اللي الفيديو اللي فاتت تعليمتش ايه الفيديو الجاه هصلاحه والفيديو الجاه هصلاحه. تقرأت القائمة مش حلوة هتطور منها. تقرأت مش عارف ايه هتطور منها. لحد ما بقى توب. بس هي هاد الفكرة. فهم? فبس كده. بكرة في احتفاليات بقى يبقى يشوف الكلام ده ويشوف انا نجحت ولا ما نجحتش ولا احلام فاتتو اش يعني ولا ايه. بس. بس. سلام. تصور اشباع اللايك. سبسكرايب. وانا اخرب الدنيا.